نهى النبي عن سب المسلم فقال في الصحيحين سباب المسلم فسوق نهى النبي عن قتال المسلم فقال في الصحيحين قتاله كفر نهى النبي عن أكل مال المسلم بالحرام فقال في الصحيحين حرمة ماله كحرمة دمه نهى النبي عن ظلم المسلم فقال في صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه نهى النبي عن تخويف المسلم فقال لا يحل للمسلم أن يروع مسلما نهى النبي عن رفع السلاح على المسلم فقال في صحيح مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه نهى النبي عن تكفير المسلم فقال في البخاري من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما نهى النبي عن غيبة المسلم فقال في صحيح مسلم أتدرون من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره نهى النبي عن نقض عهد المسلم فقال في البخاري من أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نهى النبي عن هتك عرض المسلم فقال النبي في صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نهى النبي عن حسد المسلم فقال في صحيح مسلم لا تحاسد ولا تباغض نهى النبي عن احتقار المسلم فقال في صحيح مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم نهى النبي عن قطيعة المسلم فقال في البخاري لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نهى النبي عن أخذ متاع المسلم فقال النبي لا يأخذ أحدكم عصى أخيه لاعبا أو جهدا نهى النبي عن تتبع عورات المسلم فقال النبي يصير أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه نهى النبي عن نميم على المسلم فقال في صحيح مسلم لا يدخل للجنة نمام وأمر النبي بالسلام على المسلم فقال في الصحيحين حق المسلم على المسلم ست إذا لقيه فسلم عليه أو إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجيبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطسه فحمد الله فشمته وإذا مرضه فعده وإذا مات فاتبعه وأمر النبي بستر المسلم فقال في صحيح مسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وأمر النبي بالتفريج عن المسلم فقال في صحيح مسلم من نفس عن مسلمين كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة وأمر النبي بإعانة المسلم فقال النبي في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأمر النبي بالتيسير على المسلم فقال في صحيح مسلم من يسر على مؤسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وأمر النبي بحب المسلم فقال في صحيح مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأمر النبي بستر عورة المسلم فقال النبي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة وأمر النبي بدلالة الخير على المسلم فقال النبي في صحيح مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقبول هدية المسلم ورد حديث ضعيف تهادوا تحابوا لكن له شواهد يحسن بها وأمر النبي بنصرة المسلم فقال بالبخاري أنصر أخاك ظالما أو مظلومة وأمر النبي بنفع المسلم فقال في صحيح مسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل هذا والله أعلم سلام عليكم